بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم في هذه المحاضرة شرح لمادة الأورغانيك كيمستيري ون المحاضرة الثانية لطلبة قسم الصيدلة المرحلة الأولى في هذه المحاضرة سوف نتناول موضوع تسمية الألكانات وهذه التسمية ستكون حسب نظام الأيوباك العالمي طبعا الأيوباك سيستم نوماني كليتشار التسمية حسب نظام الأيوباك بشكل نموذجي يتكون من أربعة أجزاء أساسية وهي نقصد باللوكينت هو أعطاء أو موقع المجموعة الوظيفية والمجاميع المعوضة البريفكس أو البادئة هي لتحديد المجاميع المعوضة المتنوعة الموجودة في الجزائة البارينت نقصد بها الماين بارس أو الجزائة الرئيسية أو الجزائة الأم وهي الجزائة الهيدروكاربونية أي جزائة الألكانة التي تحتوي على أكبر عدد من ذرات الكاربون ورابعاً وأخيراً وهي السيفيكس اللاحقة وهي تحدد وتشخص البرائماري في النكشونال جروب أي المجاميع الوظيفية البرائماري الأولية هو أمامك في الأسفل الرول أو القاعدة وهي كما ذكرنا تحدد المجموعة الوظيفية والمجموعة المعوضة والبريفكس البادئة هو ما هي نوع المجموعة الوظيفية أو المعوض وهي ذرة الجزائة التي تحتوي على ذرات الكاربون أو الجزائة الأم أو الجزائة الأساسية والسيفيكس وهي تحديد البرائماري وهذه هي القاعدة العامة للتسمية للتسمية النظامية الأيوباك الآن نأتي إلى الخطوة الأولى ستيب 1 نجد الهيدروكاربون البارنت نحدد الجزائة الأساسية أو الجزائة الأم وكيف يتم ذلك عن طريق أولا أو الأي نجد أطول سلسلة من ذرات الكاربون بمعنى آخر نحدد الجزائة التي تحتوي على أكبر عدد من ذرات الكاربون وتسمى بالبارتني الجزائة الأم هذه الجزائة الطويلة عادة لا تكون بشكل اللينار قد تكون بشكل تفرع ومع هذا أيضا تأخذ بنظر الاعتبار أي اختيار أطول سلسلة من ذرات الكاربون سواء كانت اللينار مستقيمة أو كانت متفرعة أو متعرجة المهم تكون أطول سلسلة من ذرات الكاربون أمامك مثالي المثال الذي في الأعلى يسمى كهكسان معوض سبب في ذلك لأن إذا حسبنا عدد ذرات الكاربون تسلسلة بشكل اللينار راح تكون خمسة وإنما تأخذ بشكل متفرع لذلك تعتبر هكسان لأن تحتوي على ستة ذرات من الكاربون المثال الذي في الأسفل يسمى سبستيوتد هبتان هبتان معوض لأن هذه السلسلة تحتوي على أكبر عدد من ذرات الكاربون سواء كانت متفرعة أو مستقيمة المهم تحتوي على أكبر عدد من ذرات الكاربون في السلسلة والبقية تعتبر معوضات البي أو النقطة الثانية إذا كانت لدينا سلسلتان مختلفتان يعني أحدهما لينر مستقيمة والأخرى برانجل متفرعة لكن كلاهما متساوية في الطول أيهما نختار يعني أمامك مثالين على جهة اليسار هو هكسان لأن أطول سلسلة هي سدرات كاربون وعلى جهة اليمين أيضا يعتبر هكسان لأن أطول سلسلة وهي المتعرجة أو المتفرعة وهي الأفضل أيهما نختار على جهة اليمين أم على جهة اليسار طبعا نختار على جهة اليسار السبب في ذلك لأن الجزئة على جهة اليسار هي التي تحتوي على أكثر المتفرعات والجزئة التي تحتوي على أكثر متفرعات هي التي نأخذها في التسمية بمعنى آخر إذا كان لدينا جزئة إحدهما تحتوي على تفرع واحد والثانية تحتوي على تفرعين نأخذ الجزئة التي تحتوي على تفرعين بعد تحديد الجزئة الأم نأتي إلى الخطوة الثانية وهي ترقيم الذرات في السلسلة الأطول وأيضاً عدنا ملاحظةين الملاحظة الأولى نبدأ ترقيم السلسلة من النهاية الأقرب لأول تفرع بحيث هذا التفرع يأخذ أقل الأرقام فإذا كان لدينا تفرع على ذرة الكربون الثلاثة وتفرع على ذرة الكربون الثلاثة نأخذ الترقيم من الجهة التي تجعل التفرع يأخذ الرقم الثلاثة وهو أقل الأرقام لاحظ أمامك المثالين المثال على جهة اليسار هو الصحيح وعلى جهة اليمين ليس صحيح على جهة اليسار صحيح باعتبار أن أول تفرع يأخذ رقم الثلاثة والتفرع الثاني يأخذ الرقم الثلاثة بينما المثال على جهة اليمين فإن أول تفرع هو يأخذ الرقم أربعة وهذا ليس صحيح الملاحظة الثانية إذا كان كل التفرعين نفس المسافة ونفس البعد يعني بمعنى آخر إذا رقمنا الجزائع من كل الطرفين فإن أول تفرع يأخذ الرقم مثلا ثلاثة فأيهما نختار في هذه الحالة؟ في هذه الحالة ننظر إلى المجموعة المعوضة الثانية فيجب أن تأخذ أقل الأرقام فالترقيم في الجزائع الذي يجعل المجموعة الثانية تأخذ أقل الأرقام هو الصحيح كما واضح في المثالين في الأسبب على جهة اليسار واللي ملون باللون الأحمر يبدأ من واحد إلى تسعة نجد أن التفرع الأول يأخذ الرقم الثلاثة والتفرع الثاني يأخذ الرقم أربعة وهو الصحيح بينما على جهة اليمين فإن التفرع الأول يأخذ رقم الثلاثة والتفرع الثاني يأخذ رقم ستة وهذا ليس صحيح بل يجب أن يكون أقل الأرقام ستيب ثري الخطوة الثالثة هي identify a number of the subset unit يعني تشخيص تحديد وترقيم المجاميع المعوضة النقطة الأولى وهي تحديد وترقيم موقع كل مجموعة وعوضة نسبة إلى ذرة الكاربون المرتبطة بها في البارت تشين في السلسلة الرئيسية مثال على ذلك الموجود في الأسبب نجد هنا في الموقع ثلاثة مجموعة ال-CH2-CH3 وهذه تسمى الأثل إذن هي في موقع ثلاثة تسمى ثلاثة أثل ثري أثل إذن إحنا شخصنا نوع المجموعة وشخصنا وحددنا موقعها في السلسلة في الموقع أربعة موجود أربعة مثل وفي الموقع سبعة موجود سبعة مثل أما هذه الجزائعة من واحد إلى تسعة فهي تسمى النونين الجزائعة الأساس اللي هي أطول سلسلة هو النونين الملاحظة الثانية في هذه الخطوة إذا كانت لدينا مجموعتين على نفس ذرة الكاربون لنفرض على ذرة الكاربون رقم أربعة يوجد اثنين من المعوضات فكل المعوضين يعطى رقم مثال على موقع اثنين يوجد عندي مثل يصير عندي اثنين مثل على موقع أربعة في السلسلة ذرة كاربون رقم أربعة عندي مثل وعندي أثن لذلك لكل مجموعة أعطيها رقم فأقول أربعة مثل وأربعة أثن الخطوة الرابعة كتابة الاسم بشكل منفرد كتابة اسم المجموعة بشكل منفرد وماذا نقصد بهذه الملاحظة؟ هنا نستخدم الهايفنز أو نستخدم الشرطة أو هذه الواصلة أو خلي نقول عليها الخط ما بين رقم وكلمة نستخدم الهايفن خط وما بين رقم ورقوم نستخدم الكومة نستخدم الفارزة أي نستخدم الخط الفاصل حتى نفصل ما بين الديفينت بريفيكس الباضيات المختلفة ونستخدم الفارزة حتى نفصل ما بين الأرقام هنا إذا كانت عندي مجموعتين مختلفتين في الجزائي فبهذه الحالة لمن الأولوية؟ الأولوية حسب الألف بائية يعني أمشي حسب الأحرف الألف بائية من A, B, C, D بمعنى آخر مجموعة الأثل تأتي قبل المثل وهذا النظام يستخدم لتحديد وتشخيص المجامع المعوضة فإذا تكررت عندي نفس المجموعة المعوضة إذا تكررت عندي على نفس ذرة الكربون أستخدم البادئات الدي للدلالة على الثنين تراي دلالة على ثلاثة وتترا للدلالة على الأربع لكن ما عندي فورث ما يوجد عندي رقمان باعتبار استحالة ارتباط ذرة الكربون بخمسة مجامع ونذكر الأمثلة الخمسة في الأسبل حتى تتوضح الصورة المثال الأول على جهة المركب الأول على جهة اليسار أطول سلسلة هي 6 لذلك البارنت هو الهكسان في ذرة الكربون رقم الثلاثة توجد عندي مجموعة معوضة هي المثل CH3 لذلك من أسميش أقول 3 وخلي الشرط أو خط مثل هكسان المركب الثاني البارنت نيم هو 9 ذرات كربون ويسمى النونان في الموقع ذرة الكربون رقم الثلاثة يوجد مجموعة الأثل وفي الموقع أربعة توجد عندي المثل ورقم سبعة توجد عندي أيضا المثل لذلك حسب إذا أريد أسميها أسميها حسب الأولوية حسب الألف بائية أي موقع ثلاثة هو الأثل هو أربعة سبعة الدايمثل باعتبار وجود مجموعتين مثل نونان المثال الثالث ورقم السلسلة من الجهة الأقرب إلى التفرع فعندي بالموقع الثلاثة مجموعة الأثل بالموقع الثنيا مجموعة المثل فهذا المركب يسمى ثلاثة أثل أثنيا مثل هكسان لاحظ ما بين حرف أو ما بين رقم و كلمة نخلي فاصل نخلي خط المثال الرابع أطول سلسلة هي سبع ذرات كاربون إذا كيسمى الهبتان هذا البارنت نيم في الموقع أربعة توجد مجموعة الأثل في موقع ثلاثة توجد مجموعة المثل إذا كهذا المركب يسمى أربعة أثل ثلاثة مثل هبتان المثال الخامس والأخير عندي أطول سلسلة هي سبع ذرات كاربون ويسمى هكسان في الموقع أربعة عندي مجموعة الأثل وموقع ثنيا وأربعة مجموعتين مجموعة المثل لذلك الأسميها الدائمثل ومن أريد أسمي هذا المركب بتسمية كاملة أقول أربعة أثل ثنيا أربعة دائمثل هكسان وهذه هي التسمية النظامية الاستيب الخمسة الخطوة الخامسة هذه الخطوة لها خصوصية وهي توجد بعض الحالات تأتي فيها المركب ككمبيليكس كمعقد يعني هذه حالة سبيشل حالة خاصة في التسمية وفي هذه الحالة يكون المجموعة المعوضة تكون متفرعة بمعنى آخر تفرع بداخل التفرع في هذه الحالة كيف تتم التسمية لنأخذ المثال التالي في الأسفل حتى تتوضح الصور عندي هذا المركب أطول سمسلة هي 10 ذرات كاربون لذلك الـ parent هو الـ decan في الموقع الثاني مجموعة المثل هو موقع ثلاثة مجموعة المثل أيضا لكن عندي في الموقع ستة توجد هذه المجموعة المتفرعة والتي تسمى المثل بروبايل مجموعة مثل بروبايل هنا عندي في هذه المجموعة لجهة اليمين في رقم 2 ذرات كاربون رقم 2 موجود مجموعة المثل لذلك هذه المجموعة سميها ثنيا مثل بروبايل المثل اللي انفقدت هيدروجين بارتباطها بالبروبان والبروبان فقط بروتون أو فقط هيدروجين عندما ارتبط في السلسل البارينت لذلك سميه ثنيا مثل بروبايل كيف أسمي هذا المركب؟ هذا المثال يوضح ذلك وهو ترقيم المجموعة المعوضة يبدأ من النقطة المرتبطة بالمائنشين في السلسل الرئيسية بمعنى آخر هذه المجموعة المرسومة بالملونة باللون الأزرق على جهة اليمين تسمى ثنيا مثل بروبايل مجموعة ثنيا مثل بروبايل مرتبطة بالرقم ستة يعني مرتبطة بالذرة كاربو رقم ستة في الديكان لذلك من أسميها اش أقول؟ أقول ثنيا ثلاثة داي مثل ستة أفتح قوس ثنيا مثل بروبايل ديكان وأيضا هذه المجموعة لبرانشت المتفرعة عندما تسمى تعامل معاملة المجموعة حسب الألف بائية أي الأوردر الأولوية تأتي حسب الألف باتك لنأخذ المثال في الأسفل حتى تتوضح الصورة أكثر إذا نظرنا على جهة اليمين والمجموعة المعوضة المرسومة باللون الأحمر هذه تسمى واحد اثنين داي مثل بروبايل جروب هس ليش سمينا بهذه التسمية؟ لأن الارتباط يكون بالبروبان اللي هو ثلاث ذرات كاربون ارتباط ارتباط البروبان أي الارتباط في البروبان لذلك يسمى بروبين والمجامع المثل في الموقع واحد واثنين هذه معوضات معوضات موجودة في المجموعة المعوضة المرتبطة بالبروبان فمن نجي إلى التسمية نختار أطول سلسلة أطول سلسلة منذرات الكاربون وهنا تكون تسعة لذلك البارين المقابل هو النونان ونجد في الموقع اثنين مجموعة المثل في الموقع خمسة موجود هذا المعوض المتفرع اللي هو واحد اثنين دائما في البروبان التفرع المجموعة المتفرعة المرتبطة بالبرنت والتي تكون أيضا هي متفرعة عادة نخليها بين قوسين ونعطيها يسبقها الرقم ذرة الكاربون الأساسية أو الموجودة في البارين هنا ملاحظة لابد من ذكرها وهي الكمونين توجد بعض المجاميع المعوضة لكن تسمى بأسماء شائعة هذه أيضا تأخذ ضمن تسمية الأيوباك يعني تأخذ بنظر الاعتبار كتسمية نظامية وهذه تعود إلى لأسباب تأريخية مثال على ذلك أنا هنا ذكرت مجموعة من الأمثلة المثال أول على جهة اليسار وهو مجموعة الكاربون متكونة من ثلاث ذرات كاربون إذا كان الارتباط من المنتصف فالمجموعة تسمى وهي تندرج ضمن أي يسمى الأمثلة الثلاثة على جهة اليمين هي مجموعة الكائل تحتوي على أربع ذرات كاربون فإذا كان الارتباط من ذرة الكاربون رقم اثنين يسمى مختصر السكي بيو أما إذا كان الارتباط من ذرة الكاربون الطرفية وهذه المجموعة تحتوي على مجموعة المثل يعني تحتوي على مجموعة المثل في رقم اثنين فتسمى المثال الرابع على جهة اليمين يكون الارتباط من ذرة الكاربون الرابعية ويسمى أو بالمختصر بمعنى الثلاثة أمثلة في الأسفل وهي مجموعة الألكالة التي تحتوي على خمسة ذرات كاربون المثال على جهة اليسار يكون الارتباط من ذرة الكاربون الطرفية لكن هذا التفرع يحتوي على خمسة ذرات كاربون ذلك يسمى الأيزوبنتيل أو تسمية أخرى يسمى الأيزو أمايل أو الأي أمايل فإذا سميناها أيزوبنتيل أو أيزو أمايل كل التسميتين هي صحيح والمثال ما قبل الأخير مجموعة متفرعة تحتوي على خمسة ذرات كاربون يسمى نيوبنتيل نيوبنتيل أو النيوبنتايل المثال الأخير على جهة اليمين في الأسفل يحتوي على خمسة ذرات كاربون لكن الارتباط يكون من ذرة الكاربون الرابعي الثالثية ويسمى تيرشيري بنتايل ويسمى تيرشيري أمايل فإذا سمينا تيرشيري بنتايل وتيرشيري أمايل كل التسميتين هي صحيح وهذه الكمونيز الأسماء الشاعة كما ذكرنا سابقا هذه الأسماء الشاعة لمجامع الألكيل تندرج ضمن التسمية النظامية للأيوبك فيسمح باستخدام هذه المجامع مجامع الألكيل يسمح باستخدام تسمياتها الشائعة ضمن التسمية النظامية وهي الأيوبك لنأخذ المثال التالي حتى تتوضح الصورة أكثر المثال في الأسفل الـ parent نايم الأطول سلسلة هي تتكون من سبع الذرات كاربون ويسمى الهبتان في ذرة الكاربون الرقم 4 يوجد التفرع وهذا التفرع له تسميتين تسمية نظامية وتسمية شائعة يأما نقول واحد مثل أثيل وأما نقول آيزو بروبايل بمعنى آخر هذا المركب له تسميتين التسمية الأولى أربعة افتح قوس واحد مثل أثيل سد القوس هبتان وهذه التسمية نظامية مئة بالمئة أو يسمى أربع آيزو بيوتايل ويسمى أربع آيزو بروبايل هبتان وهذه أيضا تسمية نظامية لكن تسمية نظامية تحتوي على مجموعة معوضة سميت بتسمية شائعة وكل الإسمين صحيحين وكل الإسمين يعتبر صحيح هنا أيهما أكثر صحة أي التسمية أكثر صحة طبعا التسمية على جهة اليسار هي الأكثر صحة والحسن الحظ فأن هذه التسميات هي قليلة التسميات النظامية التي تحتوي على تسميات شائعة عادة أن تكون قليلة هنا ملاحظة أخيرة أذكرها قبل أن أنتقل إلى تسمية السيكلو الكامل وهي ملاحظة البريفيكس أو اللاحق الأيسو الأيسو تعتبر جزء لا يتجزع من المركب سواء كان المتفرع أو البارنت وعليه لا نضع فاصلة ما بين الأيسو ومجموعة الألكايب بخلاف البادئات اللي اللي هي السيك اللي مختصر السيكمدري وال التيرت اللي هي مختصر التيرشري فهنا نضع فاصلة ما بين السيك والتيرت واسم الألكايب وهي تندرج ضمن عند التسمية حسب الألفباتية حسب الألفباتك فهي تندرج ضمن البي مثلا السيكندري بيوتايل فأمشي عليها على حرف البي ولا أمشي ولا أمشي على حرف الاس أسير على حرف البي حسب الأولوية وليس الاس بينما الايسو تندرج ضمن الاي حرف الاي وليس البي الآن أنتقل إلى تسمية السايكلو الكان الكانات الحلقية أو الرنج نفس القواعد التي تطبق على اللونج تطبق على الألكانات التي تكون بشكل سلسلة مفتوحة هي تطبق على السايكلو الكان مع فارق بسيط وهو أضافة المقطع سايكلو مباشرة قبل قبل الاسم الأساسي للألكان المقابل وهذه القاعدة توضح ذلك أولا البريفيكس البادئ يعني اسم المجموعة المعوضة بعدها تأتي السايكلو بعدها البانت مثلا سايكلو هكسان سايكلو بنتان الآخر زائد السفكس وهي المجموعة الوظيفية لنأخذ الأمثلة التالية ونذكر بعض الملاحظة هنا الحلقة متكونة من ست ذرات كاربون لذلك يسمى السايكلو هكسان هذه انتهيني من عدل النقطة الثانية النقطة الثانية إذا كانت الحلقة تحتوي على مجموعة أو على تفرع واحد فلا حاجة لذكر رقم التفرع مثال على ذلك حلقة السودات سي تحتوي على مجموعة C-H3 المثل هذا المركب يسمى المثل سايكلو هكسان ولا يسمى الواحد مثل سايكلو هكسان باعتبار الحلقة التي تحتوي على تفرع واحد لا حاجة لذكر الترقيم والمثال الثالث على جهة اليمين عبارة عن حلقة خماسية عبارة عن حلقة خماسية إذن هو السايكلو بنتان ويحتوي على التفرع التفرع شيكم يكون عبارة عن أربع ذرات من الكاربون إذن هو بيوتايل والارتباط من ذرة الكاربون الثالثية إذن هو يسمى تيرشار بيوتايل سايكلو بنتان أما إذا كانت الحلقة تحتوي على أكثر من مجموعة معوضة مثلا تحتوي على مجموعتين معوضتين هنا يكون الترقيم في هذه الحالة يجب أن نرقم الحلقة كيف نرقم الحلقة أي بأي اتجاه باتجاه عقرب الساعة أم عكس عقرب الساعة هذا يحتمد على وجود المجموعة الثانية بحيث يكون الترقيم بالاتجاه التي تكون فيها المجموعة الثانية تأخذ أقل الأرقام المثال الأول على جهة اليسار يكون الترقيم حسب الكلك يعني باتجاه أقرب الساعة حتى يكون مجموعة المثل تأخذ رقم واحد ومجموعة المثل التانية تأخذ الرقم ثلاثة فيكون المركبة واحد ثلاثة داي مثل سايكلو هكسان أما المثال على جهة اليمين فالترقيم يكون حسب الكاون ترك له كويس أي يعني عكس عقرب الساعة وهذا لي غير صحيح باعتبار راح يكون مجموعة المثل تأخذ الرقم واحد وخمسة داي مثل سايكلو هكسان وهذا غير صحيح وإنما أن تكون المجامع المعوضة تأخذ أقل الأرقام الحالة الثالثة وهي حلقة تحتوي على أثنين من المعوضات المختلفة ففي هذه الحالة الحالة الثالثة حلقة ساكلك تحتوي على أثنين من المجامع المعوضة لكن مختلفة هنا يكون الترقيم بحيث تأخذ المجموعة التي تأتي أولا حسب الألف باتك تأخذ أقل الأرقام أي تأخذ رقم واحد والمثالين التاليين يوضحان ذلك المثال أول على جهة اليسار يعتبر الكوريكت اللي هو صحيح حلقة سداسية إذن البارنت هو سيكلوهكسان يحتوي على أثنين من المجامع المعوضة المجموعة الأولى هي مجموعة المثل والمجموعة الثانية هي مجموعة الأثل هنا نعطي إلى مجموعة الأثل الرقم واحد ومجموعة المثل نعطيها الرقم ثلاثة شن السبب؟ لأن حسب الألف باتك فأن الأثل تأتي قبل المثل ذلك الأثل تأخذ الرقم واحد ومجموعة المثل تأخذ الرقم ثلاثة أما المثال على جهة اليمين فيعتبر incorrect غير صحيح ليش؟ لأن هنا بدأنا بالترقيم من ذرة الكربون التي تحمل مجموعة المثل مجموعة المثل خذت الرقم واحد ومجموعة الأثل أخذت الرقم ثلاثة وهذا ليس صحيح باعتبار أن الأثل هو يسبق المثل في التسمية الحالة الرابعة والأخيرة وهي الSpecial Case تعتبر حالة خاصة وهي مركب الكام يحتوي على حلقة سيكلك ويحتوي على سلسلة فأيهما نأخذ بنظر الاحتبار عند التسمية؟ نأخذ البارنت كسايكل كحلقي أم نأخذه كسلسلة؟ هنا بعض المراحضات التي توضح ذلك وهي إذا كان عدد ذرات الكربون في الحلقة أكبر أو يساوي عدد ذرات الكربون في السلسلة فيعتبر المركب حلقي بمعنى آخر نحسب عدد ذرات الكربون في الحلقة فإذا كانت أكبر من عدد ذرات الكربون في السلسلة فيعتبر حلقي وكذلك إذا تساوت عدد ذرات الكربون في الحلقة مع عدد ذرات الكربون في السلسلة أيضا يعتبر حلقي أي هي ثلاثة حالة حالتين يعتبر المركب حلقي وحالة واحدة يعتبر المركب سلسلة متى يعتبر سلسلة؟ إذا كانت عدد ذرات الكربون في السلسلة أكبر من عدد ذرات الكربون في الحلق هنا في الأسفل ذكرت مثالين المثال على جهة اليسار هو عبارة عن هيدروكربون الكان يحتوي على حلقة والسلسلة هنا الحلقة تحتوي على ست ذرات كربون وهو عبارة عن سيكلوهيكسان والسلسلة عبارة عن أربع ذرات من الكربون وهذا يعتبر مركب البيوتان فأيهما نأخذ كبارين؟ طبعا نأخذ السيكلوهيكسان باعتباره يحتوي على أكبر عدد من ذرات الكربون أما البيوتان فيه يعتبر مجموعة معوضة ويسمى بيوتي فهذا المركب يسمى بيوتايل سيكلوهيكسان المركب على جهة اليمين عبارة عن مركب يحتوي على حلقة رباعية وهو السيكلو بيوتان ويحتوي على ست سلة تتكون من ست الذرات كربون فهذا المركب يعتبر هكسان أما الحلقة فتعتبر مجموعة معوضة وتسمى سيكلو بيوتايل لأنها أقل بعدد الذرات الكربون من الحلقة من السلسلة وعليه فأن هذا المركب يسمى الواحد سيكلو بيوتايل هكسان حسنا لماذا ذكرنا الرقم واحد؟ نذكر الرقم واحد للدلالة أو الإشارة على ارتباط المجموعة المعوضة وهو السيكلو بيوتايل بأي ذرة كربون مرتبطة في الهكسان فهي مرتبطة طرفية أي بذرة كربون رقم واحد ذلك تعطى الرقم واحد هنا بعض الأمثلة ذكرت أربعة أمثلة للتوضيح المثال الأول على جهة اليسار في الأعلى عبارة عن حلقة رباعية مرتبطة بمجموعة الأثل لذلك الباريت نيم هو سيكلو بيوتان باعتباره يحتوي على أربعة ذرات كربون والمجموعة المعوضة هي الأثل يسمى أثل سيكلو بيوتان المركب الثاني على جهة اليمين في الأعلى عبارة عن حلقة سداسية ويسمى سيكلو هيكسان ويحتوي على تفرعين تفرع الأول في الرقم واحد اللي هو سيك بيوتيل والتفرع الثاني في ذرة الكربون رقم الثلاثة ويسمى المثل هسا لماذا أعطيت الرقم واحد للسيك بيوتيل هنا ذكرنا سابقا إنه السيك بيوتيل السيك تعتبر بادئة ولا تأخذ بنظره يعتبر عند الألف باتية وإنما هذه المجموعة المعوضة تندرج ضمن البي لذلك يسمى وان سيك بيوتايل ثري مثل سيكلو هيكسان المثال الثالث على جهة اليسار في الأسفل عبارة عن حلقة سداسية تحتوي على مجموعتين معوضتين وهي مجموعة المثل فهذا المركب يسمى واحد اثنين داي مثل سايكلو هيكسان والمثال الرابع والأخير في أسفل اليمين عبارة عن حلقة خماسية يحتوي على ثلاثة مجاميع معوضة وهي مجاميع الأثل هنا البارنت نيم هو السايكلو بنتان باعتباره يحتوي على أكبر عدد من ذرات الكربون هنا الترقيم يبدأ من المجموعة بحيث تأخذ أول مجموعة رقم واحد بأي اتجاه باتجاه أقرب الساعة عكس أقرب الساعة هنا ننظر إلى المجموعة المعوضة الثانية فيجب أن تأخذ أقل الأرقام لذلك هذا الترقيم يبدأ من واحد اثنين اربعة تراي أثل سايكلو بنتان أي الترقيم يكون باتجاه أقرب الساعة وهو التسمية الصحيحة فالتسمية الصحيحة أو الترقيم الصحيح يكون واحد اثنين اربعة وليس واحد اثنين اربعة وواحد اثنين خمسة باعتبار واحد اثنين اربعة تأخذ أقل الأرقام فإذا جمعنا الأرقام في الأسفل واحد زاد اثنين زاد اربعة تكون عندنا سبعة بينما واحد وثلاثة واربعة تكون ثمانية وواحد وثلاثة وخمسة تكون تسعة وعادة أن السبعة هي أقل من الاثمانية والتسعة لذلك الترقيم واحد اثنين اربعة يكون هو الاصح ترجمة نانسي قنقر